السلام عليكم تابعي دراما سبورت بكأس ملك السعودية عم بنشوف أحداث عم بنشوف مفاجآت عم بنشوف أشياء ممكن ما نشوفها ببطولات أخرى وقبل ما نحكي عن مباراة الأهلي والعين فخلونا نحكي بالبداية عن الشي اللي صار بمباراة النصر والرائد النصر حقق الفوز على الرائد بنتيجة 2-0 لكن أحداث المباراة تصرف حمد الله أثر بشكل أو بآخر على كل ما يتعلق بالمباراة بصراحة يا شباب أكيد لا خلاف على موهبة حمد الله عبد الرزاق حمد الله من اللاعبين الممتازين بأي دور يلعب فيه بيطلع هداف أو بيكون أحد المنافسين على لقب الهداف لاعب موهوب لاعب رائع لكن التصرف اللي عملوا عبد الرزاق حمد الله مع سلطان الغنام أمر بصراحة أنا شايفه مرفوض جدا أمر بيصير بكرة القدم لكن ما بينادي كبير بحجم نادي النصر والشي اللي عملوا عبد الرزاق حمد الله ينم عن لاعب فيه نوعية من الغرور خلونا نحكيها يعني لا حدا يفكر أنه أنا ضد حمد الله الكل بيعرف لما حكينا عن المباراة بيرس بوليس الإيراني والنصر كنا عم بنصفق لحمد الله كنا دائما متعاطفين مع أي نادي عربي سواء نادي النصر الهلال الأهلي أو أي نادي عربي آخر بالخليج بيشارك بدوري أبطال آسيا دائما نحن بنكون بصفهم لكن لما بنشوف لاعب عربي عم بيتصرف بهاي الطريقة فأكيد بيعطينا نموذج سيء جدا حتى الأجيال اللي عم بتشوف المباراة الأجيال الصاعدة ما عم بناخد حمد الله كمثال جيد للاعب كرة قدم اليوم لما لاعب بحجم عبد الرزاق حمد الله يشتغل بهذا التصرف ويعمل هذا التصرف أكيد الإعلام رح يحكي أكيد الناس رح تحكي وبغض النظر يعني عن هذا التصرف من بداية الموسم إلى الآن بتشعر بأن هذا اللاعب ما نحابب يستمر مع نادي النصر ممكن في شي برأس عبد الرزاق حمد الله لكن ما نحابب يعني واضح جدا ونتائج النصر من بداية الدوري إلى الآن بتدلع هذا الشي لكوني هلالي أكيد بتمنى دائما يعني أنه النصر ما يكون بمستوى جيد لكن كمان بحب أن يكون النصر فريق ممتاز ينافس على البطولة يعني يعطي أهمية للدوري السعودي لأن من دون وجود النصر من دون وجود الأهلي من دون وجود الاتحاد الأندية العريقة بالدوري السعودي ما بتحس بطعمة الدوري وبالتالي بحسب أن لازم يكون في قرار تجاه عبد الرزاق حمد الله تجاه التصرف اللي عملوا مع اللاعب سلطان الغنام سلطان الغنام ما يعني ما عملوا أي شيء يعني لحتى يتصرف بهاي الطريقة بالنهاية عبد الرزاق حمد الله يعني اللاعب اللي فينا نعتبره أحد أساطير نادي النصر لاعب من 3 سنين 4 سنين واصل لنادي النصر إذا مو أقل فبالتالي ما لازم يتعدى حدوده ما لازم يتعدى حدوده تجاه أي لاعب آخر على كل حال التصرف اللي شفناه من عبد الرزاق حمد الله بيأكد لنا بأنه هو لاعب موسم موسمين وبعدها بيغادر دائما ما بيستمر مع الفريق لعدة مواسم لمواسم طويلة لذلك أنا شايف أنه وضعية عبد الرزاق حمد الله ممكن لنهاية الموسم يغادر نادي النصر ونادي النصر عنده إمكانية التعاقد مع لاعب مهم جدا لاعب بيخلص عقده بالشهر القادم واللبيب من الإشارة يفهمه بخصوص نادي الهلال فكمان يعني صار حدث غريب جدا بكأس الملك خروج نادي الهلال على يد نادي الفتح بنتيجة 2-0 أكيد نادي الفتح نادي منظم نادي قوي نادي ممتع بيقدم كرة ممتعة لكن بصراحة ما توقعت خروج نادي الهلال المشكلة اللي عم بيعاني منا نادي الهلال بآخر موسمين يعني المشكلة الأساسية بينادي الهلال هي مركز حراسة المرمى لما بيغيب المعيوف بتحس من الحارس البديل ما نو بمستوى الحارس الأساسي يعني فيه ارتكاب لأخطاء ثالجة جدا بيبي المباراة سواء الجدعان أو أي حارس آخر ما نو بمستوى الحارس الأساسي الهلال لازم يكون الحارس الأساسي بنفس مستوى الحارس البديل يعني يكونوا نفس المستوى لما بيغيب المعيوف فبتلاقي فيه ثغرة واضحة بمركز حراسة المرمى هذا الشي ما كنا بنشوفه أيام زمان يعني أيام زمان كان علي الحبسي بتشوفه كحارس مرمى والبديل المعيوف أو المعيوف حارس أساسي والبديل علي الحبسي فكانت المنافسة قوية مركز حراسة المرمى ما كان فيه خوف عليه الآن إذا بنصاب المعيوف ففريق الهلال بيلعب من دون حراسة مرمى بشكل أو بآخر بالنسبة لخط الهجوم أكيد التشكيلة فيها عدد كبير من النجوم لكن من بداية الدوري كمان نادي الهلال عم بيعاني من المستوى الغير مستقر لقوميز قوميز من بداية الموسم إلى الآن رازمان لوشيسكو ما عم بيعتمد اعتماد كله على قوميز أحيانا بيشارك كبديل وهذا الشي بيدل بأن اللاعب إسا ما فات بأجواء هذا الموسم الجديد الموسم اللي الموسم الماضي انتهى وبدأنا بهذا الموسم أكيد هذا الشي بيأثر بشكل أو بآخر على اللاعبين لكن قوميز بصراحة بهذا الموسم ما أدى اللي كان عم بيأديه المواسم الماضية كمان تشكيلة الهلال بالبداية ما قدمت الأداء الهجومي بالتلت الهجومي ما كنت بتحس أنه فيه تسديد ما كنت بتحس بأنه فيه فريق حابب يسجل أهداف فيه ضغط فيه استحواز لكن من دون أي نتيجة على كل حال خروج الهلال والأهلي من بطولة كأس الملك بيعطينا الفكرة الواضحة بأن النصر أو الاتحاد ممكن يحققوا لقب الكأس صارت الأمور أسهل بالنسبة للفريقين النصر مع النتائج الأخيرة بالدوري فينا نقول بأن صار بعيد جدا عن لقب الدوري الاتحاد إسا ما عم نشوف الاستقرار بالدوري السعودي لذلك فينا نقول بأن هاي الفرصة الوحيدة للنصر والاتحاد لتحقيق لقب محلي بهذا الموسم ليش عم بحكي عن النصر والاتحاد أنه فيه إمكانية لتحقيق لقب محلي لأن الأهلي كمان اليوم تعرض لخسارة قدام نادي العين بنتيجة 2-0 نادي الأهلي اللي حقق بهذا الأسبوع فوز مهم جدا فوز على نادي النصر بنتيجة 2-1 اتوقعنا يحقق نتيجة إيجابية قدام العين لكن كان واضح جدا بأن الأهلي حتى بمباراة النصر ما كان المستحوز ما كانت جيد الأهداف اللي سجلها كانت من كرات ثابتة وكمان استغل بأن نادي النصر بمستوى سيء بوضع سيء بأجواء سيئة حمض الله بمباراة الأهلي ضيع ركل الجزاء لذلك الأهلي استفاد من عدة عوامل لتحقيق الفوز على نادي النصر بينما بمباراة العين شفنا العيوب عيوب نادي الأهلي في حال لما بيغيب عمر السومة هجوميا أحيانا أنت بتحس بأن عمر السومة ما بيقدم مستوى ما سجل أهداف لكن وجود عمر السومة بالمنظومة الهجومية لنادي الأهلي بيعطي الحلول بيعطي الحلول لفتح المساحات اليوم أنت بتشوف سامويل أوسو بتشوف متريتا عم بيلعبوا بأماكن ضيقة ما حدا عم بيفتح المساحة للتاني كل لاعب بيعتمد على نفسه ما عم بيعتمد على غيره غير هالشي فنحنا دايما عم نحكي عن الكوارس الدفاعية بنادي الأهلي الأهلي عم بيلعب هذا الموسم والموسم الماضي من دون دفاع وشي اللي ببرهن كلامي يا شباب بمباراة العين والأهلي أفضل لاعب بنادي الأهلي كان العويس حارس المرمى لما بتخسر بنتيجة 2-0 وحارس مرمىك هو أفضل لاعب بالفريق فهذه النتيجة بتدل بأن بالفعل فريقك كان عم بيعاني فريقك كان بمستوى سيء دفاعيا وكمان هجوميا هجوميا حكينا لما بيكتواجد عمر السومة بيعطيك فتح المساحات في 3 إلى 4 لاعبين عم بيراقبوا السومة فبالتالي بقية اللاعبين مرتاحين شوي يعني بتشوف أنه متريتا ماركو مارين سامويل أوسو كل اللاعب لعبة الوسط ولعبة الأجنحة بياخدوا الفرصة لتسجيل الأهداف بهاي المباراة ما لقوا هاي الفرصة خط الدفاع لوكا سليما مصيبة مصيبة تماما بهاي المباراة الخبراني كمان أخطاء سازجة لقيت حسون كان جيد نوعا ما بالتقدم كان عم بيحاول لكن لوكا سليما والخبراني كانوا سيئين جدا دريس الفتوحي اليوم ما كان بمستوى كان بدنيا مرهق تماما فيتسم كان قاطع كرات سيئة بهاي المباراة بشكل عام لعبة الأهلي اليوم قدموا مباراة سيئة وما استحقوا التأخل على حساب العين العين قدم مباراة ممتازة مباراة تكتيكية واستفاد واستغل ضعف دفاع نادي الأهلي على كل حال يا شباب هذا كل شي حابب أحكي عن مباراة الأهلي والعين وكمان عن مباراة ووضعية نادي النصر ووضعية نادي الهلال بتمنى أعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير وسلامة